السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا باعزائي طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي ان شاء الله النهاردة موعدنا مع مراجعة عامة على مادة التاريخ للصف الاول الثانوي ان شاء الله المراجعة تكون عامة وشاملة وفيها اسئلة متنوعة ومنطقة اقدر من خلالها ان انا اغطي جزئية كبيرة جدا من المنهج خاصة مع المنظومة الجديدة بتاعة التعليم الخاصة بأولى ثانوي واللي فيها اعادة تقييم للطالب بطريقة مختلفة الطريقة المختلفة دي طبعا اللي هي من خلال ايس مستوى فهم الطالب اكتر من مستوى تذكر الطالب عشان كده هنحاول مع بعضنا دلوقتي نناقش مع بعض مجموعة كبيرة من الاسئلة الاسئلة هي مختلفة في الانماط بتاعتها طبعا انا عندي مجموعات كتيرة من الاسئلة اقدر اخدها عندي مجموعة من الاسئلة الموضوعية واسئلة المقالية طبعا دوت قياسا على النموذج الاسترشاد المقدم من وزارة التربية والتعليم ولا على موقع وزارة التربية والتعليم أكيد كلكم شفتوه وتعاملتم معاه احنا جايبين النهاردة مجموعة مختارة شبيهة بالزبط للنمازج المقدمة من الوزارة عشان نضعكم في صورة أو محكاة للصورة الحقيقية اللي ممكن تبقى عليها امتحان نصف العام إن شاء الله فإن شاء الله مادة التاريخ تكون شيقة وممتعة معنا وإحنا بنناقشها مع بعضنا خلونا الأول نناقش أنماط الأسئلة اللي احنا نبقى شغالين عليها لو جينا اتكلمنا عن أنماط الأسئلة المختارة اللي أنا هبقى شغال عليها معاكم هيبقى عندي الأسئلة الموضوعية الأسئلة الموضوعية بالنسبة لي هي الأسئلة اللي زي اختر الإجابة أو صوب أو صورتين ويبدأ يجيب لي من الصورتين أجزاء إن أناقشها أو يقول لي إيه العلاقة بين الصورتين فدي برضو محتاج إن أناقشها كويس قوي معاكم وهعدي نمازج النهاردة مميزة لحاجة زي كده ثم النموذج التالي من الأسئلة المقالية الأسئلة المقالية بالنسبة للأسئلة اللي محتاجة من كتابة ولكن كتابة مش طويلة لأنه النهاردة زي ما قلت لكم قبل كده هو عاوزي اسم مستوى فاهمك مستوى إدراكك للمادة مش مستوى حفظك للمادة وده الجديد اللي احنا هنبدأ إن شاء الله النهاردة لنقشه مع بعضنا طبعا الأسئلة المقالية ممكن تكون أسئلة ايه؟ ممكن تكون أسئلة مقولة وعليها أو نص وعليه كلام او اسئلة ما لا علاقة بين او اسئلة ما رأيك او اسئلة وجه نقد او وجه رسالة بالفعل يا جماعة اسئلة وجه نقد او وجه رسالة او اسئلة ما رأيك من الاسئلة الممتعة جدا لانها فعلا بتقيس مقترحتك انت ايه رأيك انت ايه في المادة المقدمة لك يعني دلوقت الطالب بالفعل يقدر يقيس معنا او نقدر من خلاله نقيس قوة فهمه للمادة دي تعال نبدأ مع بعض بجموعة من الاسئلة المنطقة زي ما قلت لكم هنبدأ أول حاجة بالصورتين اللي قدامنا دول دلوقتي عنده صورتين صورة اللي على إدين اليمين دي حضارة بلاد العراق القديم والصورة التانية هي الحضارة المصرية القديمة طبعا هم اللي اتنين فن مأماري كبير جدا جدا انتوا عارفين فن النحت عند المصرين القدماء وعند العراقيين حضارة بلاد العراق أو بلاد الرافدين كانت حاجة قوية جدا جدا تعالوا نشوف دلوقتي لما يجب لي صورتين زي دولة ممكن يعلق لعليهم بإيه وإيه اللي محتاجوا مني مثلا هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من الأسئلة اللي قدامنا بيقول لي إيه العلاقة بين الصورتين إطار الصورتين اللي قدامنا دولة بينقشوا حضارات شرقية يعني بيتكلموا عن حضارات شرقية ولا بيتكلموا عن غصور حجرية ولا عبادة الظواهر الطبيعية ولا روعة الفن الحديث بص يا معا احنا دلوقتي خلينا نتفق ان احنا دلوقتي الصورتين قريبين جدا من بعض من ناحية إيه من ناحية العلاقة ما بين الصورتين قريبين جدا عشان كده يا جماعة اليومين دولة أو المنظومة الجديدة بتاعت التعليم مش بتقس زي ما قلتلك حتة التذكر بتاعك قد ما بتقس حتة الفهم بتاعك لأن أصلا الإجابات قريبة جدا من بعضها وفي الغالب هتلاقي أغلب أسئلة اختر أو صوب أو العلاقة بين الصورتين الإجابات في الغالب في الغالب بتبقى قريبة من بعضها إذن كأني بقولك اختر أصح الإجابات يعني أصح إجابة في الإجابات اللي موجودة قدامك ممكن تكون إيه تعالوا نبص تاني على الإجابات هل هي حضرات شرقية؟ هل دي عصور حجرية؟ لا علاقة بين هما الاتنين اللي هما الاتنين عصور حجرية؟ ولا عبادة الظواهر الطبيعية؟ ولا روعة الفن الحديث؟ ولما يجيب سؤال زي كده خلونا أول حاجة أستبعد الحاجات اللي ما ينفعش أبدا أن تكون موجودة تعالوا نشوف مع بعضنا أستبعد إيه؟ أول حاجة ممكن أستبعدها هي روعة الفن الحديث لأن طبعا ده فن قديم مالوش أي علاقة بالفن الحديث اللي موجود دلوقتي أو عبادة الظواهر الطبيعية أنا مش شايف أي ظاهرة طبيعية في الصورتين عشان أصلا هي تكون علاقة بين هما الاتنين يعني الظواهر الطبيعية زي ما انتوا عارفين عبادة الشمس عند المصرين القدماء أو القمر أو غيرها من الظواهر الطبيعية للمصر القديم كان بيتعبد لها أو هي عصور حجرية طبعا أبعد ما يكون على عصور الحجرية لأن أنا أصلا دخلت في عصور تاريخية إذن مش قدامي غير الحضارات الشرقية يبقى الإجابة الصحيحة عندي هي الحضارات الشرقية العلاقة بين الصورة حضارة بلاد العراق وحضارة المصرية القديمة هما الاتنين من الحضارات الشرقية العظيمة اللي قامت في منطقة الشرق طيب ده السؤال الأولاني بالنسبة لنا تعالوا نتعرض لنوع تاني من أنواع الأسئلة برضو صورة الصورة دي هي تعبارة عن جزء من قوانين حمرابي جزء من قوانين حمرابي أو حر محب حر محب بالنسبة لي بيقول لي دلوقتي مجموعة قوانين هشرح هقولها لكم دلوقتي بعدين نشوف الأسئلة المختارة اللي عليها حر محب طبعا أنتوا عارفيني اللي هو جي بعد الثورة الدينية اللي كانت موجودة في مصر عن طريق إخناتون أو من حطب الرابع اللي سمى نفسه إخناتون وعمل عاصمة جديدة نفسه سمى أخيتة تون وتعبد إلى الإله أتون الذي لم يجعل له ولدا ولا زوجة بل رمز له لقرص الشمس فقط يعني قرص شمس وكان أمن حطب الرابع كان بيتعبد لي طبعا عشان هو الوحيد اللي تعبد لي في الوقت دوت أو أول ما توصل لتلك العبادة هو توحيد الآلهة كلها في إله واحد اللي سمى أتون أتون دوت رمز له أمن حطب الرابع بقرص الشمس وسمى نفسه إخناتون يعني المقرب أو المخلص إلى أتون كما أنه أقام عاصمة له جديدة سميناها أخيتة تون يبقى ركز كده معايا يبقى المعبود هو أتون المتعبد لهذا المعبود هو إخناتون اللي هو من حطب الرابع أخذوا بالكم من إسمين إلى اتنين من حطب الرابع قبل ما يتوصل لعبادة أتون ثم بعد كده هو تسميناه سمى نفسه أخناتون ثم العاصمة بتاعته أخيتة تون طبعا الثورة الدينية اللي كان عملها من حطب الرابع في الوقت دوت لم تلقى قبولا عند كهنة الإله أمون عشان ما لقيتش قبول عند كهنة الإله أمون لم تلقى رواجا ما انتشرتش وتم القضاء عليها مين اللي جي بقى من بعد إخناتون اللي جي من بعد إخناتون يا جماعة هو حور محب للقوانين معنا النهاردة قوانين حور محب التي ضربت على أيدي العابثين يعني إيه لما الفوضى زادت في البلاد بعد الثورة الدينية بتاعت إخناتون لأنه تمسك بالحياة الدينية وترك شؤون الحياة الأخرى السياسية والحربية والعسكرية فحصل خلل في الدولة لأنه تمسك بجزء من أجزاء الدولة أو مظهر من مظاهرها وترك الأجزاء الأخرى عشان كده لما حور محب كانت مهمته صعبة جدا لما جيه لأن حور محب كان عليه الضر أنه يعيد مرة تانية الاستقرار للدولة المصرية عشان كده الرجل بدأ يضع قوانين حازمة وصارمة يضع بيها على كل أيدي العابثين يضرب بيها على أيدي العابثين تماما في أمور الدولة المصرية القوانين بتاعته تعالوا نقراها مع بعضنا بيقولوا معاقبة من يظلم الفلاحين ومن يقوم به موظف الضرائب من تلاعب معاقبة الذين يقترفون الجرائم في حق الشعب منع القصوة وكثرة العمل على الأرقاء الأرقاء اللي هم العبيد تعالوا بقى نشوف القوانين بتاعت حور محب اللي جابهالي دلوقتي هل القوانين محب تدعو لإيه؟ حور محب اللي جابهالي القوانين بتاعته بتدعو لإيه؟ هقرأ الإجابات معاكم ونبدأ نناقش مع بعضين الإجابات زي ما اتفقنا هستبعد الإجابات المستبعدة تماما ما ينفعش تبقى موجودة وسبت الإجابة الصحيحة لأن زي ما قلت لكم أسئلة اختر ممكن تكون موجودة بالنسبة لي اختار أصحي الإجابة يعني وارد جدا تكون الأربع إجابات إجابات صحيحة كلها لكن فيه إجابة هي الأصحة يعني الأقرب إلى الصحة تعالوا نختار مع بعض الأقرب للصحة نراجع مع بعض إليه تاني بيقول لي كأنة قوانين حور محب تدعو إلى القضاء على الثورة تحقيق ده الإجابة الأولى إجابة التانية تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد رقم 3 إثبات قوة وبطش الحكومة المركزية رقم 4 استعادة نفوذ مصر في أسيا نبدأ أول حاجة بالاستبعاد زي ما اتفقنا أول حاجة ممكن استبعدها هي رقم 4 استبعاد نفوذ مصر في أسيا لأن القوانين اللي قدامي ما جابتش سيرة أسيا ولا ليها علاقة أصلا بأسيا خالص يبقى أول حاجة رقم 4 مستبعدة ثم إثبات قوة وبطش الحكومة المركزية الحكومة المركزية يا جماعة زي ما قلنا قبل كده اللي بيرقسها الوزير الحكومة المركزية المركزية رقسها الوزير الذي يعين من قبل فرعون طيب فرعون لما يعين الوزير دوت الدال وشؤون الإدارة المركزية اللي هي مجموعة إدارات كتيرة كلها تحت قوة وسلطة الوزير بس برضو القوانين دي ملهاش أي علاقة بالإدارة المركزية أو الحكومة المركزية اللي هي في قبضة الوزير طيب بعدها نشوف الإجابة اللي بعدها تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد قريبة جدا جدا من الإجابة الصحيحة ثم القضاء على الثورة هستبعت طبعا القضاء على الثورة مبقاش عندي غير الإجابة الصحيحة هي تحقيق العدالة الاجتماعية طب أنا وتوصلت للإجابة الأصحة ديت إزاي؟ توصلت للإجابة الأصحة ديت يا أولاد من خلال أننا دلوقتي شفت أنه هو بيتكلم عن جرائم في حق الشعب من يظلم الفلاحين معنى القصوة وكثرة العمل على الأرقاء يعني هنوقف العمل على الأرقاء العبيد ونمنع القصوة عليهم معنى كده أنه هو بيناقش حياة اجتماعية طبقات مجتمع مصري طبقات مجتمع مصري كان بتبدأ من فرعون وتنتهي بالعبيد الأرقاء اللي كانوا موجودين في الوقت ده عشان كده حور محب تعاطف جدا مع الأرقاء ما لهمش أي زنب في حاجة وفي نفس الوقت بدأ يدعم الفلاحين ثروة مصر القومية هي الثروة الزراعية الموجودة عندنا عشان كده كان بيدعم الفلاحين بشكل قوي جدا جدا معنى كده أن الراجل بيتكلم على فلاحين بتكلم على الأرقاء بتكلم عن من يقترفون الجرائم في حق الشعب معنى كده حور محب كان بتكلم عن عدالة اجتماعية تسود ما بين طبقات المجتمع يبقى ناخد بالنا يا جماعة تاني وركز واقول إننا دلوقتي لما نجي لأسئلة اختر ما تبقاش زي ما احنا متخاينين أربعة بوعات خالص عن الإجابة ووحدة هي الصحية لها يا جماعة هو الأربعة قريبين جدا من الإجابة الصحية لكن انت عليك تختار أصح الإجابات في دوله طيب ننتقل لسؤال تاني من الأسئلة الموجودة عندي اختر الإجابة الصحيحة برضو كانت معرفة الإنسان لها حدا فاصلا بين العصور التاريخية وعصول ما قبل التاريخ كانت معرفة الإنسان هاقول السؤال تاني كانت معرفة الإنسان لها حدا فاصلا بين العصور التاريخية وعصور ما قبل التاريخ طيب بيديني أربع إجابات دلوقتي بيقول لي يا ترى هل الحد الفاصل ما بين العصور التاريخية وعصور ما قبل التاريخ كانت الزراعة ولا الكتابة ولا الصناعة ولا التجارة زي ما اتفقنا مع بعضنا تعالوا نستبعد الحاجات اللي بعيدة تماما عن الكلام بتاعنا اول حاجة انا بيقول لي معرفتي الانسان المصر القديم لها ايه الحاجة اللي كان المصر القديم عرفها فكان حد فاصل حد قاطع ما بين عصور تاريخية وعصور ما قبل التاريخ انتوا عارفين طبعا ان انا عندي عصور ما قبل التاريخ المسمى بعصور ما قبل الاصرات وبعد كلا العصور التاريخية الحد الفاصل ما بينهم يا ترأي هل معرفت الإنسان للزراع يعني الإنسان لما بدأ يزرع انتقلنا من عصور ما قبل التاريخ لعصور تاريخية متهيأة لبعيدة شوي بعيدة شوي طب هل معرفت الإنسان للصناعة على الأساس أن مثلا مصر فيها صلوات معدنية ضخمة وكبيرة جدا فهل الصلوات المعدنية اللي موجودة في مصر هي كانت حد فاصل ما بين عصور ما قبل التاريخ وعصور تاريخية متهيأة لبعيدة شوي الإجابة الثالثة للمستبعدة برضو التجارة أنا هستبعد كمان أن التجارة تكون هي حد فاصل ما بينهم معنا كده يا جماعة أن الكتابة ومعرفة الإنسان المصري القديم للكتابة تعرفين طبعا أن المصر القديم من أوائل المصر القديم من أوائل الشعوب التي عرفت الكتابة على مستوى العالم كله طبعا أنت تعرفين أنواع الكتابة عند الكتابة الهيروليفية والكتابة الهيراطيقية والكتابة الديموطيقية والكتابة القبطية وعارفين طبعا الفرق ما بينهم هم الأربع عشان وارد جدا يجيلي في أسئلة مقارنة فبقى عارف ان الخطوط بتاعت المصريين القدماء من الكتابات اللي كانت عندهم الكتابة الهيروليفية اللي بيسموها بقى الخط المقدس الخط المقدس لانه كان بيكتب به على جدران المقابر والمعابد يعني اي مقبرة تعالوا دلوقتي لو رحنا اي رحلة سياحية رحنا مقبرة او معبد اي مقبرة او اي معبد هنروحها اعرف دلوقتي واستفاد من التاريخ بتاعك حضرتك لازم تستفاد منها ده تاريخك وتاريخ الامجاد السابقة فبالتالي انت تعاوز تروح لأي معبد او اي مقبرة من مقابر المصريين القدماء المليئة في نواحي مصر كلها سواء طبعا اكبر مكان فيه هو الاقصر ومعابد الاقصر المشهورة اتلاقي كل الكتابات اللي مكتوبة وانت مغمض عنيك دي كتابة هيروليفية كتابة كانت بتنقش على الاحجار بتاعة المعابد والمقابر عشان يسجلوا بيها المجد الديني بتاعهم حياتهم الدينية وعقدتهم الدينية ثم الكتابة الهيراطقية وده كان خط اللي كان بيكتب بيه كان بيكتب بيه رجال الدين عشان كده سمناه خط رجال الدين او الكتابة الهيراطقية ثم الكتابة الديموطيقية واللي ما ظهرت ليش غير في العصر المتأخر ليه ظهرت لي في العصر المتأخر عشان دوة كان مجرد تبسيط واختزال للكتابة الهيراتيقية عشان تبقى الكتابة الديموطيقية اللي هي خط الشعب اللي أنا وإنت نعرف نكتب بيه إن أنا أكتب لك رسالة بي وإنت تكتب لي رسالة بي وأنا أكتب مظلمة بي وإنت تكتب لي مظلمة بي كل دوت هو الكتابة الديموطيقية اللي كانت موجودة عند المصر القديم ثم أخيرا آخر نوع من أنواع تطور الكتابة عند المصر القديم هي الكتابة القبطية أرجع وأقول لك أن السؤال اللي لسه كنت أقول لك عليه دي الوقتي أن الكتابة هي الحد الفاصل بين حكتين ما بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية يبقى عصور ما قبل التاريخ هي عصور ما قبل ما عرفت الإنسان للكتابة طب الإنسان عارف الكتابة بدأت عصور تاريخية طيب ما الإنسان بدأ العصور التاريخية يعمل إيه يعني لما بدأ العصور التاريخية بدأ عملية تدوين مهمة جدا جدا بدأ المصر القديم يدون أخباره وأحداثه وكمان كل الأحداث التاريخية اللي كانت موجودة في عصره بدأ يكتبها أنتوا عارفين أنا بدأت إيه جماعة بدأت حاجة اسمها التأريخ واخدين بالنا خدنا بالنا ما بين الفرق بين التاريخ والتأريخ التأريخ هي عملية الكتابة التاريخية أنا أخيرا عرفت كتابة فبدأ تعرف الكتابة بتاعتي واكتب بيها ودون أخباري وأحداثي عشان كده احنا عرفنا تاريخ الأمجاد من الأمم السابقة وانا عرفت ازاي تاريخ الفرعنة إلا من خلال الكتابة تخيل انت لو ما كانش في كتابة مصرية قديمة تخيل انت مش هتعرف أي حاجة عن تاريخ القدماء المصرين أو التاريخ للحضرات السابقة سواء الحضر اليونانية أو الرومانية أو غيرها من الحضرات القديمة كلها اللي كانت موجودة على وجه الأرض خاصة في قرات العالم القديم إذن الإجابة بتاعتي الحد الفاصل ما بين العصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية هو معرفة الإنسان المصر القديم للكتابة ومجرد معرفتها أنا دخلت عصر مشرق جدا اسمها العصور التاريخية لما بدأت عصور تاريخية الإنسان بدأ يستقر ويعرف الزراعة ده الفرق دلوقت ما بين الزراعة والكتابة يبقى الكتابة حد فاصل دخلت عصور تاريخية بدأت استقر عرفت الزراعة وده السؤال التانية اللي عندنا ننتقل بعد كده السؤال اللي بعضيه السؤال مهم جدا برضو بس هدخل فيه أنواع من الأسئلة دلوقتي هشوف السؤال اللي بعضيه بيتكلم عنه تعالوا نشوف كده هوت بيقول لي عبارة زي ما تقول لكم بقولة بيجي عليها شوية أسئلة لا يدخلنك الغرور بسبب علمك ولا تتعالى لأنك رجل عالم بص الوصية والنصيحة اللي أنا بتكلم عنها دلوقتي يا أولاد بيقول لي لا يدخلنك الغرور أو على الغرور يخش قلبك بسبب علمك أنت بقيت تعالم مثلا فالغرور هيخش في قلبك لا خد بالك ولا تتعالى لأنك رجل عالم تتعالى يا جماعة يعني تبص للناس بعلو شوية تبص للناس من فوق شوية لأنك رجل عالم طبعا يا جماعة من توضع للناس من توضع لله عز وجل رفعه رفع قدره في العلم طب تخيلوا يا جماعة الوصية ديت أقدر أصنفها وصية إيه تعالوا تاني للسؤال كده بتاعنا نبص تاني للسؤال بيقول لي إيه لا يدخلنك الغرور بسبب علمك ولا تتعالى لأنك رجل عالم تنتمي هذه المقولة إلى نوع من أنواع الأدب عند المصريون القدماء وهو الأدب مؤط طب نعلم نراجع بقى احنا قلنا النهاردة مش مجرد هندي أسئلة احنا النهاردة كمان جايين نراجع هنري نراجع على أنواع الأدب اللي كان عند المصر القديم بص يا أولاد بداية هو الأدب الديني أقوى أدب كان عند المصر القديم هو الأدب الديني أدب يا جماعة خد كل الحياة المصرية القديمة لتعلق المصر القديم بالدين يعني يا جماعة الشعب المصري شعب متدين بطبعه أصلا وده كان ظاهر جدا جدا في حياة المصرين القدماء ظهر من خلال إيه بقى الأدب الدين يعني أشوف الأدب دي إيه اللي مظاخر بتاعة الحياة الدينية عند المصرين القدماء كتبوا ألوان من الأدب الديني القوي جدا جدا الأدب الديني ده узهر لي في 3 حاجات ظهر لي في أول حاجة حاجة اسمها مصوص الاهرام ودي كتابات كانت تدون على جدران الاهرامات وده كان في عصر الدولة القديمة ثم اسمها نصوص التوابيت التابوت ده يدفن فيه الميت الميت من الفراعنة او من القدماء المصرين كان يوضع فيه بعد عملية التحنيط كان يخض عليها المصرين القدماء قاعدا منهم في انهم في حياة اخرى بعد الموت حياة البعث والخلود اللي هنتكلم عنها بعد شوي فأصبح عندي فيه نصوص الأهرام وفيه نصوص التوابيت وفيه كتاب الموتى طب نصوص الأهرام وعرفناها الكتابات التي كانت تدون على جدران الأهرامات طب ونصوص التوابيت النصوص التي كانت تدون على توابيت الميت طب الغرض منها ايه؟ لتكون معينة للميت مساعدة للميت في حياته الأخرى طيب هتكون معين للميت في حياته الأخرى؟ اه وكمان يا جماعة عندي غير نصوص التوابيت ونصوص الأهرام كتاب الموتى لفائف من البردي توضع إلى جوار الميت فيها عدد من النصائح ليه عشان خاطر يعدي مرحلة البعث والخلود اللي هو رايح لها لها الحياة الأخرى التي كان يعتقد فيها المصر القديم وده شكل من أشكال الأدب هنسمي الأدب الديني نخش في شكل تاني من أشكال الأدب زي الأدب القصصي المصر القديم كان محب للقصة جدا جدا بل إن احنا يا جماعة سبقنا الإغريق في الدراما نفسها الدراما وفن القصة يا جماعة المصرين القدماء أسبق من الإغريق اللي هم يعني كان اكتاحوا العالم بفن الدراما بتاعهم والقصص الرهيبة اللي كانوا بيكتبوها وتدوينات هوميروس اللي احنا عارفينها بقى الإليازة والأوديسة والحاجات دي احنا عدناهم بمراحل فان القصة عند المصر القديم كان منقسم لقسمين القسم الأولاني كان عندي حاجة اسمها قصص حقيقي والقصص التانية كان اسمها قصص خيالي الخيالي يا جماعة كان الغرض منها بس ناخد منها الموايضة والعبرة لكن الأدب التاني أو القصص الحقيقية اللي كانت موجودة ندي أمثلة لها زي قصة سنوحي قصة سنوحي دي كانت من ضمن القصص اللي كانت موجودة والمشهورة ودي كانت قصة حقيقية تداولها المصرين عبر الأجيال يبقى دي أدب قصصي حقيقي أما الأدب القصص الخيالي اللي ما كانش موجود زي قصة الأخوان أو الملاح التائه قصة الملاح التائه دي أولاد عاملة بالضبط بالضبط زي قصة سندبات كده والمغامرات بتاعته البحرية الجميلة اللي كان بيعملها يبقى ده تاني نوع من أنواع الأدب فأصبح عندي الأدب الديني وده أشهر أدب عند المصرين القدماء ثم الأدب القصصي ثم شكل تاني من أشكال الأدب هو أدب الحكمة والموعيزة أدب الحكمة والموعيزة إن ممكن طالب ومعلم المعلم بيقول للطالب نصيحة معينة يبقى ده أدب من ضمن الأدب اللي كانت عند المصر القديم أدب الحكمة والنصحة ممكن فرعون يوصي بعض أولاده ببعض النصائح يبقى أدب الحكمة والنصيحة أما آخر أدب عند المصر القديم هو الأدب السياسي والأدب السياسي دو كان عن طريق مجموعة من الأدباء اللي كان دايما ينبهه فرعون في وقت القوة بيمدحه طبعا ويشكره ليه فضله وبسط سيطرته على الدولة المصرية وفي نفس الوقت في وقت ضعفه كان دايما يقولوله بعض الأداب اللي كانت موجودة وبعض الشعر اللي كان موجود عشان خاطر يرجعوه مرة تانية لمرحلة القوة أرجع بقى لسؤالي بعد ما شرحت لكم الشرح المستفيد لأنواع الأدب عند المصر القديم عشان أشوف دلوقتي ألوان الأدب عند المصر القديم نبص مع بعضنا في السؤال دلوقتي بيقول لي إيه بيقول لي دلوقتي لا يدخلنك الغرور بسبب علمك ولا تتعالى لأنك رجل عالم يطرى العبارة دي نصيحة ولا أدب ديني ولا أدب قصصي ولا أدب سياسي واضح جدا يا جماعة ده وحد بيوص حد بيقول له لا يدخلنك الغرور أو على الغرور يخش قلبك بسبب علمك لأنك رجل عالم ولا تتعالى لأنك رجل عالم عشان كده ده نوع من أنواع الأدب اللي هسميه أدب الحكمة والنصيحة خلاص تعرضنا دلوقتي لأشكال من الأسئلة اللي موجودة عندنا ودي أشكال من الأسئلة اللي بيسميها أسئلة اختر اختر أصح الإجابات يعني وارد جدا يجي لك يقول لك اختر أصح الإجابات في الإجابات التالية وتبدأ أنت تستبعد الأول زي ما قلتنا نستبعد وبعدين نسبت الإجابة بتاعتنا فين يبقى استبعد ثم تثبيت معلومة واحدة أدخل بكم على نمط تاني من أنماط الأسئلة وراجع معي الأنماط الأسئلة اللي أنا هتكلم عنها دلوقتي النمط التاني دلوقتي بيقول لي تعالى نشوف دلوقتي المصر القديم وعاقدته إحنا قلنا عقيدة المصر القديم كان بيقتنع المصر القديم بأربعة عقائد نقرأ السؤال ونناجع مع بعضنا الشرح بقول لي درب المصر القديم نفسه على فعل الخير وترك الشرور والآثام لإيمانه بعقيدة نؤط المصر القديم كان بيدرب نفسه على فعل الخير وترك الشر نشوف إجابتنا ونستبعد زي ما اتفقنا تعدد المعبودات يطرى كان بيعمل كده عشان تعدد المعبودات ولا السمو إلى التوحيد ولا الإيمان بعقيدة البعث والخلود ولا إيمان المصر القديم بعقيدة الحساب بعد الموت قبل المشرح أو قبل ما أجاوب على أي إجابة من الإجابات دي يبقى لازم الأول نشرح جزء من الحياة الدينية عند المصر القديم المصر القديم كان عنده اعتقاد جازم في أربعة عقائد العقيدة الأولينية اسمها تعدد المعبودات يعني إيه تعدد المعبودات؟ يعني المصر القديم ما كانش له معبود واحد لكن وارد جدا معبود واحد يسود يسود الأقاليم المصرية زي ما أنتوا عارفيني أن مصر كانت متقسمة لـ 42 إقليم كان لكل إقليم معبود أو أكثر يعني ممكن الإقليم الواحد يقول ليه معبود أو أكثر من معبود كمان فأصبح عندي سلسلة هائلة من المعبودات المصرية التي تعبد مرة واحدة إذن المصر القديم كان عنده تعدد الآلهة في شكل كبير جدا وكان عندي أنواع معبودات تعالوا نقسمها بعض بعض في أنواع معبودات محلية يعني تعبد في الإقليم فقط أو في المدينة فقط أو في القرية فقط أو بعبودات أخرى أسميها أنها عالية قوي فأصبحت مش معبودات محلية معبودات عامة كل مصر بتعبدها طب إيه رأيكم أن بعض المعبودات المصرية وصل بيها الأمر أنها انتشرت خارج مصر ها تفتكروا إيه المعبود اللي انتشر خارج مصر إيزيس يا جماعة إيزيس كانت تعبت في بلاد الإغريق في فترة من الفترات وكانت تعبت في بلاد النوبة في فترة من الفترات يعني عاوز أقول لكم أن المعبودات المصرية تعدت حدود مصر إلى بلدان أخرى فعلا تعدت حدود مصر إلى بلدان أخرى بس يترى سؤالنا اللي احنا قلنا دي الوقت أن المصر القديم بيدرب نفسه على فعل الخير وترك الشر عشان عنده آلهة كتير طيب يبقى أول حاجة هاستبعدها لا طبعا مش منطقية خالص أن تعدد الآلهة يخليني أدرب نفسي على فعل الخير وترك الشر الإجابة التانية برضو اللي أنا هقدر أستبعدها هو إيمان المصر القديم بالسمو إلى التوحيد يعني إيه؟ يعني المصر القديم بدأ يستبعد تعدد الآلهة في عصر إخناتون زي ما اتفقنا من شوية اللي هو من حطب الرابع اللي واحد للآلهة كلها في إلهه آتون واللي عمله العاصمة اللي سمناها أخي تاتون كما أطلق عن نفسه المخلص إلى آتون اللي هو إخناتون طيب هل السمو للتوحيد هيخلي المصر القديم يدرب نفسه على فعل الخير وترك الشر؟ طبعا بعيدا شوي فدي تاني إجابة هاستبعدها التالت إجابة لها استبعدها هو إيمان المصر القديم بالبعث والخلود المصر القديم يا جماعة كان مؤمن جدا بالبعث والخلود يعني إيه البعث والخلود؟ إنه كان بيؤمن إن فيه حياة أخرى بعد الموت يعني حياة أخرى بعد الموت كان يظن المصر القديم أن فيه حياة أبدية هتكون عنده بعد الموت هيبدأ المصر القديم بعدها يستعد عشان خاطر يلقى هذه الحياة طيب والإجابة الرابعة لموجودة عندي لأن برضو البحث والخلود مش هي السبتة عندي هي البحث والخلود خلت المصر القديم يعمل البحث والخلود خلت المصر القديم يعني يوجد لديه عدد من الأثاث الجنائزي الذي يوضع معه في مدفنه في مقبرته اهتم جدا بمقبرته وبدأ يعمل المقبرة بتاعته من الحجارة بينما البيوت بتاعت المصر القديم كانت تبنى من الطوب اللابن معنى كده أن كانت المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن بيوتهم دور مؤقتة حاجة مؤقتة للبحث والخلود بعد الموت فعش كده كان بيحنط جسس موتها طيب والمصر العادي كان آه بيوضع حفرة في الأرض يوضع فيها الميت ثم يوضع عليها حجارة طيب والملوك يعملوا نفس الكلام الملوك كانوا لازم يكونوا مختلفين اختلاف الملوك هيبقى عامل ازاي؟ اننا مش هدف عادي زي اي واحد من المصريين عشان ما كانت فرعون انتوا عارفين طبعا فرعون بالنسبة لي كان يعتقد المصريين بفكرة الملك المقدس الملك دوت مقدس جدا بالنسبة لهم لأنه هو ابن إله وأحيانا كان بيعتقدوا أنه هو إله عشان كده الفرعون كان بيضع لنفسه شكل آخر زي ايه؟ زي ملوك الدولة القديمة اللي هو عصر بنات الأهرام اللي كل واحد لنفسه وضع لنفسه هرم كبير جدا عشان خاطر يبدأ يدل على مدى قوته ومدى سيطرته على البلد نتيجة مظهر من مظاهر الحضارة العمرانية بوجود هذه الأهرامات اللي بدأ هالي زوصر بهرم المدرج ثم استكملها باقي ملوك الأسرة الرابعة زي خوفه أو خفرع أو منكورع ده بالنسبة للعقيدة الثالثة عند المصر القديم هي عقيدة البعث والخلود هستبعت طبعا عقيدة البعث والخلود وتعالي بقى عند العقيدة الرابعة عند المصر القديم وطبعا هي الأصح هي عقيدة الإيمان بالثواب والعقاب المصر القديم كان مؤمن أنه في ثواب وفي عقاب طب أنا دلوقتي لو عرفت أنه في ثواب وفي عقاب فيه امتحانة داخله واللي امتحان دوات إما أننا أنجح فيه أو لقدر الله أننا أنزل فيه فهعمل ايه اكيد هي ذكر صح طب المصر القديم عمل نفس الكلام عشان عارف ان فيه حياة اخرى بعد الموت بدأ يدرب نفسه على فعل الخير وترك الشر والاثام والشرور والحاجات دي كلها بدأ المصر القديم يتركها عشان كده تخيل المصر القديم بوجود محكمة ضخمة جدا مكونة من 42 قاضي يعني ساحة المحكمة اللي كان مدخلة لمصر القديم ساحة ضخمة اوي كان يعتقد انها تبقى موجودة في الاخرة 42 قاضي بيمثله الـ 42 اقليم وفي وسط الساحة الضخمة اللي انتوا شايفينها دي او المصر القديم متخيلها فيه طبعا الحاكم لهذه المحكمة هو الاله اوزوريس اوزوريس دا اللي كان بيمثل الاله الموت في الوقت دوته طبعا قصته انتوا عارفينها قصة ازيز اوزوريس ثم فيه في وضع في وسط هذه المحكمة في وسط هذه الساحة في الميزان الذي كان لديه كفتين كفة الاولى فيها قلب المتوفى والكفة التانية فيها ريشة دا رمز طبعا للالهة معت الهة الصدق والعدالة عند المصر القديم معنى كده ان انا لو عرفت ان انا هتحاسب يعني فيه ثواب وعقاب يبقى انا هعمل حاجتين هافعل الخير واترك الشرور والأثام نرجع لسؤالنا تانية عشان نعرف الاجابة الصحيحة طبعا اختار الاجابة الصحيحة او الاصح درب المصر القديم نفسه على فعل الخير وترك الشرور والأثام لإيمانه بعقيدة الإيمان بالحساب بعد الموت وده السؤال من ضمن اسئلة اختار اللي عندنا يبقى دي كده اتعرضنا الجزء من اسئلة الموضوعية والاسئلة الموضوعية الموجودة عندي سواء كانت اسئلة اختار اصحي الاجابات او اسئلة صور وبعلق عليها بشكل قوي جدا جدا بشوف هو محتاج من ايه وبعلق عليها بالاسلوب اللي انا فهمه مش الاسلوب اللي انا حفظه خلينا نترك الحفظ والتذكر جانبا ونخش في عصر جديد من عصور الفهم إدراكي وفهمي لازم ينمو شيء بشيء ان شاء الله من خلال المنظومة الجديدة المزمع يعني قامتها في صف الاول الثانوي تعالوا نخش الشكل الثاني من اشكال الاسئلة الموضوعية خلصناها نخش في اسئلة مقالية تعالوا معايا دلوقتي الاسئلة مقالية هناخدها تعالوا نشوف السؤال دوت طبعا عبارة وبيتكلمنا عنها هقولي العبارة دلوقتي ونركز فيها قوي وبعدين نبدأ نشوف العبارة هو محتاج مني ايه بقولي هناك قواسم مشتركة بين حضرات العالم القديم ساعدت على نمو ونهضة تلك الحضرات يعني في قواسم مشتركة ما بين حضرات العالم القديم ساعدت على وجود حضارة قوية فيها نهضة وفيها نمو في ضوء هذه العبارة أنا بقرأ العبارة بفهمها كويس وبعدين ببدأ أشوف المطلوب مني ايه المطلوب مني دلوقتي بقولي يا ترى ايه القاسم المشترك بين الحضارة المصرية وحضارة العراق القديمة طبعا أنا كنت في أول الأسئلة خالص في الأسئلة الموضعية كنت بقول لكم أن الحضارة المصرية القديمة وحضارة العراق كلا هما من الحضارات الشرقية اللي كانت من الحضارات القوية جدا اللي كانت موجودة في المجتمعات السابقة طيب حضارة مصرية قديمة وحضارة بلاد العراق يا طرق إيه القواسم المشتركة ما بينهم قبل ما أقول يا جماعة القواسم المشتركة طبعا أنا هو عاوز قواسم مشترك ما بين الحضارتين بس تعالوا بقى ناقش مع بعض ونشرح يطرق القواسم المشتركة اللي هتخليني أقول أن الحضارات متفقة في بعض العوامل إذن نتفق مع بعضين أنه في عوامل عوامل لازم تكون موجودة عشان تقوم للحضارات خلاص طبعا هو مركز لي هنا في سؤال على العلاقة ما بين حضارة المصرية القديمة وحضارة بلد العراق أنا بقى أتكلم دلوقتي على القواسم المشتركة بين أغلب الحضارات الموجودة في العالم تعالوا الأول قاسم من هذه القواسم هو نهر النيل يعني أولي الأنهار بدلا ما خصصها بمهر النيل في مصر بس أنا بقرب لكم المسافة هنقولي الأنهار عموما طب إيه اللي يخلي الأنهار عامل من ضمن عوامل قيام ونهضة حضارات أنهار يعني تربة خصبة يعني مية عزبة يعني قيام حرفة زراعة طب الزراعة ما لها وما للحضارة الزراعة تعني الاستقرار والاستقرار هو الوسيلة الأولى لوجود حضارة محدش بيبني حضارة أبدا في أماكن غير مستقرة يبقى شرط يكون المكان عندي في استقرار عشان أقوم حضارة طب أنا عندي تربة خصبة نهر النيل بالطمي بتاعه اللي جايبهولي والمية العزبة اللي جايبهولي نهر النيل وكمان أقدر أزرع مع تربة خصبة ومية عزبة ووادي النيل المنفرد على جانبي نهر النيل أنا من دلوقت ممكن أزرع بشكل كويس ده المثال عندي في مصر نهر النيل طيب من عندي حضارة تانية برضو عندها أنهار استقراري أدى لقيام الزراعة والزراعة أدت إلى الاستقرار والاستقرار في التالي أدى إلى قيام حضارة قوية جدا جدا زي الحضارات القديمة يبقى أول حاجة وجود الأنهار رقم اثنين الثروات كتير جدا من الدول حتى لموجودة دلوقتي بدأت تظهر بشكل قوي جدا جدا لما وجد لديها من ثروات معدنية زي البترول وزي المعادن الموجودة في دول كتيرة من العالم وخلتها من صفوة الدول لوجود ثروات معدنية فبيبدأوا يتفرغوا لقيام حضارة بتاعتهم طيب كمان من ضمن الحاجات إيه غير الثروات المعدنية ووجود الأنهار بيقول لي كمان من ضمن الحاجات غير أننا يكون عندي أنهار موجودة في دولتي أو ثروات معدنية موجودة في دولتي ممكن ألاقي عندي كمان شكل من أشكال الاستقرار اللي كان موجود في الدولة بس أرجع تاني وأقول لكم عشان ما ننساش هو الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القاسم بالنسبة لهم تفتكروا ايه هل انهار يعني في انهار موجودة ما بينهم الاثنين او هنا في انهار وفي انهار ولا في صراوات معدنية موجودة في الاثنين ولا في موقع جغرافي مميز ولا في مناخ معتدل هي دي القواسم اللي انا بتكلم عنها ان يكون عندك انهار او صراوات معدنية او موقع جغرافي مميز جدا او لو مش موقع جغرافي ممكن ان يكون عندك مناخ معتدل جدا جدا طيب دي القواسم المشتركة ما بين الحضارات لو رجعت بقى للسؤال تاني عشان أعرف الحضارة المصرية القديمة مع حضارة بلاد العراق يا ترى القاسم المشترك ما بينهم كان إيه نرجع لسؤالنا تاني القواسم المشتركة ما بيننا وبين الحضارة بلاد العراق هناك قواسم مشتركة بين حضارة العالم القديم سعادت على نمو ونهضت تلك الحضارات في ضوء هذه العبارة وضح القاسم المشترك بين الحضارة المصرية والحضارة العراقية القديمة نبص مع بعض على الإجابة يبقى وجود الأنهار طبعا أنا عارف نهر النيلي اللي موجوده مصر إنما في العراق ده أنا عندي نهر دجلة والفراط النهرين يا جماعة الكبار اللي موجودين في العراق سبب نهضة ونمو الحضارة العراقية هو وجود نهر دجلة والفراط اللي موجودين في بلاد العراق من مساعد على استقرار الإنسان مع قيام حرفة الزراع اللي عندي ده شكل من أشكال الأسئلة بسميها أسئلة ربط يعني سؤال دلوقتي اللي احنا خدناه يا جماعة اسمه سؤال ربط ربط ما بين إيه؟ أنا ممكن أربط ما بين الفصل الواحد بأحداث ده كده فصل واحد اللي هو فصل بتاع عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة أنا ربطت ما بين حكتين ربطت ما بين حضارة مصرية القديمة وحضارة العراقية القديمة وقلت إيه لواجه الرابط ما بينهم هما الاتنين وارد جدا ما يجيبش في نفس الفصل الفصل عندي اسمه عوامل قيام الحضارات ممكن يجيب لي جزء من فصل وجزء تاني من فصل تاني خالص وابدأ اربط ما بينهم هما الاتنين على اساس هو محتاجني اعرف انا فاهم وهاضم المنهج بشكل كويس وانا مجرد ولا مجرد حافظ ومتذكر للمنهج خلينا نقيس فهمنا اكتر منقيس حفظنا تعالوا نرجع لسؤال تاني من الاسئلة برضو المقالية الموجودة عندي سؤال التاني بتكلم عن ايه هقولي العبارة الاول ونشوف السؤال اللي موجود عليها بيقولي ايه بقولي تقديم اهل الثقة يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين ابناء الوطن اهل الثقة يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين ابناء الوطن في ضوء هذه القيمة طبعا دي قيمة العبارة دي قيمة كبيرة جدا جدا لازم ناخد بالن منها هل كان الفراعنة يطبقون هذه القيمة في اختيار الوزير يعني الفراعنة يا جماعة وهم بيختاروا الوزير هل القيمة دي كانت موجودة عندهم بيقدموا اهل الثقة أهل الثقة من أهل الثقة دولة أهل الثقة اللي هو الثقة بالنسبة لي ثقة في العلم في رجاحة العقل في القوة في السيطرة في اللي عنده القدرة أنه هو يحتوي البلد فعشان كده بنقول دلوقتي هل دلوقتي لما كان الفراعينة بيخضوا منصب الوزير هل كان بيخضوا من أهل الثقة ولا كانت محصورة في أسرة الملك فقط بصبة تعالوا نقسم الموضوع ده لشقين الشق الأولاني عصر الدولة القديمة فقط ثم العصور الفرعونية كلها مع بعض نعرفين طبعا أن مانيتون أسم الأسرات الفرعونية لثلاثين أسرة فرعونية طيب عصر الدولة القديمة اللي هو من الأسرة ثلاثة للأسرة ستة يطرى من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة الفترة دي كان الملوك بيقدم أهل الثقة ولا محصورة في البيت الملك بس للأسف كان في عصر الدولة القديمة كانت محصورة في البيت الملكي يعني إيه محصورة في البيت الملكي؟ يعني بختاري الوزير في الغالب من أحد أبنائي أو أحد أقاربي ليه ضمان الثقة أنا وثق فيهم جدا جدا فعشان كده أنا جايبهم ولا ممكن نختار عشان أسس تانية؟ طيب لغاية دلوقتي قلنا من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة كلهم كان بيختاروا على أساس أن لازم تكون محصورة في البيت الملكي خلاص؟ عشان خاطر أكثر ثقة ونحن لسه بابن الدولة وهكذا ثم بدأنا ننتقل لشيء آخر من بعد الأسرة السادسة بدأنا نقول لا مش لازم يكون محصور منصب الوزير لأن ده تاني أهم منصب بعد منصب الملك فرعون طيب هنعمل إيه بقى؟ لابد أن يكون لي شروط معينة لاختيار الوزير لازم يكون عنده زكاء فطنة رجاحة في العقل ده يبقى مسؤول عن إدارة مركزية كبيرة جدا في الدولة فلازم الوزير ده يكون على قدر المسئولية من اللي وعي الكلام دوت؟ بعد الدولة القديمة بعد عصر الدولة القديمة من الأسرات زي ما قلنا من الثالثة إلى السادسة عندهم وعي جديد جدا بالموضوع ده ووصل بهم الحال أن هم فعلا بدأوا يختاروا الناس على أسس جديدة نشوف الإجابة مع بعضنا ونكمل نرجع للسؤال دلوقتي تقديم أهل الثقة بقول السؤال تاني يحقق مبدأ تكافئ الفرص بين أبناء الوطن في ضوء هذه القيمة هل كان الفراعين يطبقون هذه القيمة في اختيار الوزير؟ بقول ناخب بلنا في عصر الدولة القديمة كان اختيار الوزير محصور في أسرة الملك ثم أصبح من يشغلون هذا المنصب من أصحاب الكفاءة والعلم ورجاحة العقل طب إيه رأيك لو جبت لك نفس السؤال ده بسؤال أيد؟ أنت رأيك إيه؟ رأيك أن أنت تختار أقرب الناس ليك عشان يقو للمناصب المهمة اللي جنبك ولا تختار ذوي الكفاءة والخبرة؟ أكيد طبعا هتختار ذوي الكفاءة والخبرة عشان خاطر تبدأ تختارهم عشان هم اللي هيعنوك بجد على إدارة شؤون الدولة يبقى ده شكل من أشكال الأسئلة اللي بيجيب لي زي ما اتفقنا مقولة صغيرة أو نصيحة ويبدأ يفرد لي عليها سؤال من ضمن الأسئلة وفي الغالب زي ما قلنا قبل كده الأسئلة هتقيس فهمك بشكل كبير نتعرض لشكل تاني من أشكال الأسئلة المقالية القصيرة اللي موجودة عندنا شكل التاني من أشكال الأسئلة بتكلم عن إيه؟ شكل التاني بيقول لي أيد بالأدلة كان لمصر السبق في حركة الكشوف الجغرافية منذ العصر المتأخر هولي السؤال تاني كان لمصر السبق في حركة الكشوف الجغرافية منذ العصر المتأخر طيب بيقول لي أكيد في ضوء هذه العبارة أنت عاوز إيه؟ يعني في العبارة ديه أنت محتاج إيه؟ تعالوا نقش مع بعض الأول السؤال عشان نعرف الإجابة بتاعته إيه؟ واحدة واحدة مع بعضنا كده بيقول لي إيه؟ مصر كان ليها الصبق في الكشوف الجغرافية يعني إيه كشوف جغرافية؟ إننا اكتشف العالم من حوالي طيب بما إيه أني بقى فيه كشوف جغرافية؟ اللي هي اكتشاف بقى العالم الجديد زي الأمريكتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا اللي انتوا عارفين طبعا العالم كان فيه قرات عالم قديم وقرات عالم حديث أما قرات عالم القديم اللي هي بالنسبة لي أسيا وأفريقيا وأوروبا أما قرات العالم الجديد اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا طيب دي كلها كان الكشوف جغرافية تخيلوا بقى إن مصر كان ليها الأسبقية فإن يبقى ليها صدقي جبير جدا جدا إنها يبقى ليها بصمة في كشوفها الجغرافية عن طريق ايه؟ عن طريق رحلة بحرية عملها الملك نخاو الثاني زي ما هنعرف كده الإجابة بتاعتنا شوفوا الإجابة بتقول ايه؟ عندما نجح فرعون مصر نخاو الثاني في عهد الأسرة السادسة والعشرين في أول محاولة في تاريخ الإنسانية للدوران حول إفريقيا مستعينا بالبحارة ألفين قيين يبقى نرجعتين نقول حاجة مهمة قوي خليكم معي هنا هوت بقول ايه بقى؟ احنا كده عرفنا الإجابة للسؤال بس لازم نعرج حول السؤال نشوف السؤال دوت مه ممكن السؤال يجي لي بصغة تانية فنعاوز ألم حوالين السؤال ده كله بيتكلم عن ايه؟ فأنا دلوقتي عندي ايه؟ عندي مثلا الأسئلة الموجودة عندي مثلا البحارة الفنقيين طب تعالى نشوف بقى البحارة الفنقيين اللي هفرد لهم فصل كبير قوي بس في الترم التاني ان شاء الله بس محتاجين نعرف نبزة صغيرة كده عنهم الفنقيين الفنقي اللي هي لبنان دلوقتي سواح اللبنان كانت بتؤهل الناس داية انها تشتغل في البحر عندهم أساطلهم عندهم الأخشاب القوية بتاعتهم وجودهم على ساحل طويل جدا جدا موارده قليلة الجبال تخد بي من الشرق فده دفعهم انهم يخشوا نحو البحر فعشان كده الملك مصر نخاوث تاني في عصر الأسرة الستة وعشرين طبعا انتم عارفين عصر الأسرة الستة وعشرين هو العصر المتأخر لان العصر المتأخر في مصر حسب التأسيمة بتاعت مانيتون مؤرخ المصري المشهور انقسم تاريخ الفراعنة الى تلاتين أسرة فرعونية خصص منهم من أسرة واحد وعشرين للأسرة التلاتين فقط ده عصر متأخر سمناه متأخر لانه جاء متأخرا في الأسرات الفرعونية متأخر وفعلا كان متأخر من الناحية الحضرية الا عهد نخاوث ثاني نخاوث ثاني يا جماعة عمل ايه زي مؤتركم كان نفسه يعمل رحلة كشفية للدوران حول قارة أفريقيا عاوز يدور حولين قارة أفريقيا طيب ايه الوسائل بتاعتك اللي انت تستخدمها يا نخاوث ثاني عشان تقوم بهذه الرحلة مش المصريين اللي هيقوموا بيها لكن الذي يتكلف بهذه الرحلة كاملة هو مالك مصر نخاوث ثاني عشان يثبت ان لمصر الأسبقية فيك وشوفها الجغرافية بالدوران حول قارة أفريقيا بالفعل دار الفينقيين لانهما اللي عندهم الأساطير الضخمة خبرتهم بالبحار قوية جدا داروا حول قارة أفريقيا دورة كاملة لمدة ثلاث سنوات يعني الرحلة استغراقت منهم ثلاث سنوات للدوران حول قارة أفريقيا وكان عندما راجع الفينقيين كان هنا قدرنا نثبت بصمة المصريين في عهد نخاوث ثاني في تلك الكشوف الجغرافية يبعرفنا كده هو استعام بالفينقيين ملك مصر نخاوث ثاني الأسرة 26 عصر متأخر على الرغم انه متأخر لكن في قوة رهيبة جدا في الكشف الجغرافي اللي احنا لسا يلينه دلوقتي بالدوران حول قارة أفريقيا وده شكل من أشكال الأسئلة المقالية نبدأ نخش في سؤال تاني من الأسئلة المقالية الموجودة عندنا ونبدأ نعرك حول هذا السؤال السؤال معايا التاني من الأسئلة المقالية بقول لي أيد بالأدلة سحة العبارة الأتاءة عبارة وبيقول لي أيد لصحتها العبارة بتقول إيه؟ العبارة بتقول لم يكن كل العصر المتأخر الذي مرت به مصر كله فترة فوضى وتفكك واحتلال طبعا حنا لسا يلينه من شوية المؤرخ المصري ماني تونس سمنودي من مدينة سمنود في صعيد مصر راجل بدأ يقسم طبعا ده مؤرخ مصري مشهور قسم لي العصور الفرعونية لتلاتين أسرة فرعونية آخرهم كان العصر المتأخر الممتد من الأسرة واحد وعشرين الأسرة تلاتين فيهم طبعا عصر مهم من العصور زي عصر الدولة الحديثة من أهم العصور لوجود عدد من الملوك العظماء جدا جدا زي رمصيس الثاني وزي حطمس الثالث وزي غيره من الملوك اللي ممكن نتكلم عنهم بعد شوي دلوقتي بيقول لي هل العصر المتأخر كان كله متأخر يعني زي ما كان اتكلموا علينا هو عصر متأخر أنا أقولت لكم متأخر عشان حكتين متأخر عشان جيه في زي التاريخ الفرعوني آخر التاريخ الفرعوني وكان بالفعل متأخر حضريا بشكل ما بس هنا بيقول لي هو فعلا كله كان متأخر بيقول لي لا طبعا ما كانش كل متأخر باستثناء أسرة واحدة الأسرة دي هي الأسرة 26 الأسرة 26 لأسرة مميزة الأسرة دي كان عن طريق ملك مشهور اسمه أب سيماتيك الأول وكمان ابنه نخاو الاتنين دولة قدروا انه هم يخلوا العصر المتأخر ومش كل متأخر لدرجة عصر الدول الأسرة 26 يعني شوف من 21 غير 30 وكل متأخر حضاريا وفي آخر التاريخ الفرعوني إلا الأسرة 26 شمع الأسرة 26 تخيل أن العلماء أو المؤرخين سموا لي الأسرة دي بالذات بعصر النهضة لأنها جاءت وسط ظلام كبير جدا جدا في العصر المتأخر بعصر المتأخر كان كله مظلم مع عدى إيه؟ مع عدى الفترة البسيطة اللي أنا باتكلم عنها الفترة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن عصر النهضة عصر النهضة بمثل الأسرة 26 اللي بدأ بيها الملك أبساماتك الأول ثم تلاها الملك نخاو ولسألين من شوية الملك نخاو كان ليه دور كبير جدا جدا في إيه؟ في الكشف الجغرافي عن طريق الدوران رحلة كاملة حول قارة أفريقيا مستعينا بمين؟ لو تفتكروا بالفنقيين لخبراتهم البحرية تمام؟ يبقى أنا كده العصر دوت نشوف الإجابة مع واضينا بقى الإجابة بتاعت السؤال اللي احنا نتسألين عليه دلوقتي بنقول إيه؟ بنقول دلوقتي كان بالفعل العصر متأخر مش كله فترة فوضى وتفكك بل إنه كان تخلله فترة من الفترات الجيدة بيقول لي آه بالفعل كان متأخر حضريا زي ما هو بيقول لكن حيث نجد أن الأسرة السادسة والعشرون الفرعونية وأشهر حكمها الملك أبسيماتيك الأول ونخاو أطلق على عصرهما عصر النهضة يبقى عصر اسمه عصر النهضة جاءني بكل قوة في وسط ظلام كبير جدا فعصر سمنا العصر المتأخر عشان كده نقدر نشهد للأسرة ستة وعشرين والملك أبسيماتيك الأول ملك نخاو ابنه بأنهم كان لهم دور كبير جدا جدا في نهضة في وسط ظلام نهضة في وسط ظلام هي اللي بنقدر نقول عليها عصر النهضة اللي يتخلل هذا العصر اللي هو العصر المتأخر طيب نخش في سؤال تاني من الأسئلة اللي موجودة عندنا عشان نشوف إيه شكل الأسئلة المقالية اللي ممكن تجيلي من ضمن الأسئلة اللي موجودة عندي السؤال اللي هنا عندي مهم قوي نشوفه مع بعضنا نقرأه مع بعض ونشوفه بيقول لي إيه سؤال بيقول لي احرص على الالتزام بالدقة والموضوعية تجاه القضايا والأحداث التي تتناولها تاني السؤال احرص على الالتزام بالدقة والموضوعية تجاه القضايا والأحداث التي تتناولها العبارة كأنه بيقول لي خليك ملتازم خليك دقيق خليك موضوعي تجاه كل قضية أو حدث بتكتبه او بتتكلم عنه او بتناقشه مع حد خليك موضوعي خليك دقيق خليك ملتازم بشكل كبير باشكال الحديث بتاعتك يا طري يا جماعة العبارة دي بص السؤال اللي ممكن يجيل عليها ايه بيقول لي في ضوء هذه العبارة وضح وضح ايه هل المؤرخ اليوناني الاغريقي هيرودوت كان قد التزم بالدقة والموضوعية تجاه بعض المقولات اللي كانت ترددت على لسان هيرودوت في كتابه المشهور طب حيث الاخبار هل ان هيرودوت كان التزم الدقة والموضوعية والحيدة لما قال ان مصر هبت النيل طب ما هي مصر هبت النيل فعلا ليه بنقول ان الراجل ما التزمش الدقة والحيدة والموضوعية والالتزام ليه الكلام ده كله بصوا بقى اولاد انا عندي دلوقتي هيرودوت ده مؤرخ اغريقي بداية هو وزار مصر طبعا في فترة من الفترات كانت مصر ضعيفة لذلك طبعا هو خصص جزء من الاجزاء اللي في كتابه عن مصر وتكلم عنها بالتفصيل وهو اول من اطلق مقولة مصر هبت النيل بس انا محتاج اقف معاكم واقفة مع مقولة مصر هبت النيل طيب موضوع مصر هبت النيل يعني ايه مصر هبت النيل كأن نهر النيل هو الذي وهب لمصر الحياة والحضارة والتقدم والنمو والرقي والحاجات الجميلة دي وإحنا مش مختلفين على كده ولسه كنا بالنقش القضيرية معاكم ان من عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة هو وجود نهر النيل مفيش كلام خالص بس هل يا معه هو نهر النيل فقط هو اللي عمل كده لأ ما في عوامل تانية انا عارف ان في عوامل تانية بس انا بنقشك في نهر النيل بس هل نهر النيل الوحيد اللي العامل الوحيد او القاسم الوحيد اللي اقوم للحضارة المصرية القديمة لدرجة انسب كل حضارة المصريين القدماء الى نهر النيل النيل دلوقتي لما اجا اتكلم عنه في نفس الوقت اللي كان نهر النيل هو مصدر للخير لنا كلنا مصدر للخير طبعا مصدر للخير الماء العزب والطربة الخصبة والزراعة والاستقرار نمو وقيم الحضارة طبعا نهر النيل بس انت انسيت انه نهر النيل في وقت الفيضان بتاعه كان بيجي بكل قوة لا يترك حرثا ولا نسلا بيهلك الحرث والنسل يعني اي حاجة قدامه بيشيلها انت عارفين وقت الفيضان بيجينا يعني بيشيل كل حاجة قصوده طب في الوقت دوت معنى كده انه نهر النيل كان معول من ضمن معولات الهدم اه طبعا لو انا ما سيطرتش على فيضانه ايوا انا مين اه احنا المصريين القدماء يبقى اذا هناك فضل للمصري القديم في السيطرة على مياه فيضان نهر النيل خلاص يبقى انا عندي انا ملتزم دلوقتي بايه بان نهر النيل مصدر خير اه مصدر خير لكن احيانا كان بيبقى مصدر تعب بالنسبة للمصريين مين اللي كان بيعمل السدود والخزنات والقنوات والترع واسريب الرأي المختلفة لمحاولة السيطرة على هذا الوحش الرهيب اللي كان بيجيلي بفيضان رهيب جدا جدا قدامي وكان يهلك كل ما هو اصاده اكيد كان ليه في دور للمصريين عشان كده محتاجين نقول ان المقولة بتاعت هيرودوت مياش غلط كلها لكنها محتاجة لشيء من التصحية شيء من التصحية اللي هو عبارة عن ايه اضيف دور المصريين يعني مفيش يا معك كيان دولة بيقوم إلا عن طريق ابنائها الابناء هم اللي ثمرت كفاح الوطن فبالتالي ما ينفعش اقول ان فيه عامل واحد يعني تخيل مثلا مصر مفيهاش اي بشر وفيه نهر النيل تفتكر كانت هتقوم حضارة مصرية قديمة ابدا اذا هناك تفاعل ما بين العوامل الطبيعية والعوامل البشرية هو ده اللي انا اعوز اوصلك ليه لين فيه هناك عوامل طبيعية واخرى بشرية تترابط وتتفاعل معا من اجل انجاح وقيام حضارة قوية زي الحضارة المصرية القديمة اذا ما قلت هيرودوت ليست كلها صحيحة عشان كده لما نجي نجاو هنقول تحتاج الى شيء من التصحيح شيء من التصحيح ان انا بقول شيء مصر هبت النيل واسكت هقول مصر هبت النيل والمصريين يبقى المصر القديم كان ليه دور في السيطرة على مياه نهر النيل نشوف الاجابة مع بعضنا الجزئية اللي انا لسه شريحها حالا من خلال السؤال بتاعي نشوف الاجابة اللي موجودة عندنا اجابتنا طبعا هقولي السؤال بالاجابة عشان تخطي التبقى معايا احرص على الالتزام بالدقة والموضوعية تجاه القضايا والاحداث التي تتناولها الى اي مدى التزم هيرودوت بتلك الموضوعية والدقة في مقولته مصر هبت النيل كأنه بيقول لي رأيك كده في المقولة بتاعت مصر هبت النيل التي تنسب الى هيرودوت فبقول له الاجابة هذه المقولة تحتاج الى شيء من التصحيح لان هيرودوت ذكر فضل نهر النيل في قيام الحضارة لكنه اغفل او تغافل عن دور المصريين في بناء حضارتهم والسيطرة على نهر النيل وقت فيضانه باقامة الجسور والسدود لذلك فان المقولة الصحيحة هي مصر هبت النيل والمصريين اذا دي مقولة ممكن تجيلي في الامتحان في صورة ما رأيك اي رأيك او ايهما تفضل خليك معي في السؤال دا السؤال دا فعلا جميل جدا ايه رأيك فعلا لو قال لي ايهما تفضل او اي المقولات اصح مصر هبت النيل ولا مصر هبت النيل والمصريين طبعا لما اقول مصر هبت النيل انا ذكرت فعلا فضل نهر النيل لحضارة مصرية لكنه عامل طبيعي طيب العامل البشري اللي موجود عندي هو المصريين القدماء اللي كان ليهم دور في قيام الحضارة بتاعتهم عشان كده التفاعل ما بينهم هما الاتنين اللي اوهم لحضارة فالمقولة الاصح لدي هي مصر هبت النيل والمصريين وده كان شكل من اشكال الاسئلة المقالية اللي بيجيب لي بقى في سؤال ما رأيك او ايهم اصح في العبارتين الاتيتين وهكذا بحول ان انا اجيب لكم اشكال متعددة من الاسئلة اللي بتخاطب فهمك بتخاطب ادراكك بتخاطب وعيك للمنهج بتاعك المنهج اللي كله بتكلم في الجزئية اللي انت خدتها طبعا في الترمي الاول بتكلم كله عن الحضارة المصرية القديمة تعال دلوقتي نشوف شكل تاني من اشكال الاسئلة المقالية البسيطة اللي موجودة عندي عشان اقدر بيها احاول اوصل لانماط معينة من الاسئلة ممكن تخاطب ذهنك بداية ما العلاقة بينه تعالي نشوف علاقة بين حكتين مناخ مصر والحضارة المصرية القديمة مناخ مصر والحضارة المصرية القديمة طيب كلنا عارفين هنناقش بعد دلوقتي السؤال عشان نعرف الاجابة بتاعته المناشة بتاعت مناخ مصر والحضارة المصرية القديمة قلنا من عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة وجود الانهار مثل نهر النيل الموقع الجورافي والمناخ المعتدل وكمان عندي الثروات المعدنية طيب انا همسك بقى في ايدي الوقتي همسك في مناخ مصر طيب مناخ مصر معتدل طيب هو المناخ كفيل بقيام حضارة كفيل بقيام حضارة طبع وإلا فمثلا هل ممكن نتوقع وجود حضارة قوية مثلا في مناطق متجمدة جدا من العالم متهائل صعب قوي طب هل ممكن نتوقع وجود حضارة عظيمة وقوية في منطقة شديدة الحرارة جدا 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 تصل إلى منطقة دائرة الاستواء متهائل صعب هيبقى يعني العبء كبير والمحكة هيبقى صعب جدا على أي حد أنه هو يقوم حضارة في مناطق إما شديدة البرودة أو شديدة الحرارة ربنا كرمنا بمناخ معتدل في مصر ده معتدل ومختلف وفيه جفاف تعال بقى نشوف هل كل دولة مصدر خل مصر طبعا نصدر خل مصر اعتدال مناخ مصري ساعد على تيقظ عقول المصريين المصري بقى يقظ واعي فاهم لأن طبعا يا جماعة أنتم عارفين أن طبيعة البلدان سواء الباردة جدا أو الحرة جدا جدا بيؤدي النوع من الخمول فما بالك بقى بمناخ معتدل زي المناخ المصري أدى إلى تيقظ عقول المصريين وتيقظ عقول المصريين معناها أنهم هيقوم حضارة أنا عقل يقظ يبقى أنها قوم حضارة قوية جدا جدا من الحضارات العظيمة يبقى اول حاجة في مناخ مصر مناخي معتدل ادى الى تيقظ عقول المصريين اتنين مناخ مصر مختلف مختلف ايه ايه الصيف مختلف عن الشتاء ترتفع درجات الحرار نسبيا في مصر في فصل الصيف بينما تنخفض درجة حرار نسبيا في فصل الشتاء ما بين هذا الارتفاع والانخفاض في مناخ مصر ادى الى تنوع حاجة مهمة جدا عندي المحاصيل الزراعي فاصبح عندي محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية أي ولما يبقى عندي محاصيل صيفية وشتوية إيه اللي ممكن يترتب على كده محاصيل الصيفية ومحاصيل الشتوية اللي هيترتب عليها التجارة والتبادل والتجاري ما بين الشمال والجنوب عارفين شمال مصر مختلف نسبيا في حرارته عن جنوب مصر فبالتالي أقدر أشوف أنه في محاصيل مختلفة مما أدى إلى التبادل والتجاري ما بين شمال مصر من الوجه البحري وجنوب مصر من الوجه القبلي صعيد مصر ودي تاني نقطة عندي طب تالت نقطة أنا عرفت كده المناخ معتدل المناخ مختلف المناخ جاف الجفاف بتاع مناخ مصري ده حاجة كويسة كويسة جدا جدا لحاجة المصري القديم استغلها الميزة في المصر القديمة جماعة كان بيستغل لموارد بلاده استغلال رائع حتى المناخ استغله يعني جفاف مناخ مصري يعني مش راطب أدى إلى الحفاظ على الآثار المصرية القديمة وتحنيط الجثة الموت لدى المصر القديم باقية حتى الآن إزاي؟ لو في معدل رطوبة في الطربة عالي جدا جدا الجثث دي كلها بتاعت المصر القديم كانت كلها ما بقاش تنفع خالص في موضوع التحنيط كمان الحفاظ على الآثار المصرية لو في معدل رطوبة كبير جدا في الآثار المصرية كان هيأثر عليها سلبا فبالتالي أنا عندي ميزة جبيرة جدا 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 هو جفاف مناخ مصر الذي أدى إلى الحفاظ على الآثار المصرية وجثث المصريين القدماء باقية حتى الآن شاهدة على شاهدة على إيه؟ مدى تقدم وروعة المصر القديم في بعض الفنون وأشهرها الطب واطلع من الطب بالتحنيط التحنيط قصة لوحده التحنيط دوت إبداع من ناحية إيه؟ من ناحية الطب؟ طبعا إبداع من ناحية الطب رقم اثنين إبداع من ناحية الكيمية إيه اللي دخل الكيمية في التحنيط؟ ما هي المادة المستخدمة؟ في عملية التحنيط اللي حتى الآن تعتبر لغز لغز كبير جدا على أغلب علماء العالم دلوقت إن هم يكتشفوا فن ومادة التحنيط التي كانت لدى المصر القديم لغاية دلوقتي ما كونوش عارفين الفن ده هيوصل لإيه؟ فوصلنا لفن التحنيط اللي عند المصر القديم تمام؟ بكده قدرنا نوصل لإيه؟ قدرنا نوصل للإجابة بتاعت السؤال بتاعنا وهي ساعد اعتدال مناخ مصر على نشاط المصريين كمان ساعد جفاف مناخ مصر على حماية الأثار المصرية وكذلك على تنوع المناخ أدى لتنوع المحاصيل ورغض العيش سعدت بلقائكم وإن شاء الله في لقاء قادم نواصل لمراجعة النهائية بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحظة